على مبدأ لا غالب ولا مغلوب تسير الأزمة في ليبيا إلا أن خطواتها على الأرض تفسر مدى تراجع الحل السياسي منذ أربعة أشهر مضت حين أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجومه على طرابلس ولم يحقق ذلك الهجوم حتى الآن إلا خيبات الأمال للجنرال الذي لازمه سوء الحظ استهداف حكومة الوفاق لقاعدة الجفر الجوية التابعة لحفتر مع مواقع تمركز ميليشياته فضلا عن تدميرها حظيرة طائرات مسيرة وطائرة نقل عتاد عسكري ومقاتلين يؤكد تحول الحكومة المعترف بها دوليا من الدفاع إلى الهجوم وخصوصا مع أهمية القاعدة التي انتقلت إليها قوات حفتر بعد سيطرة قوات الوفاق على غرفة عملياته في الغريان بل إن هناك من يرى أن طلب حفتر قبل أيام من مقاتله الصبر في القتال يبرز مخاوفه من هجوم الوفاق البري والجوي المرتقب على الموجودين في الجفر وأغلبهم من المرتزقة حيث سيؤدي إلى فرارهم لعدم امتلاكهم أي قضية يدافعون عنها سوى المال أمام هذا التراجع العسكري لحفتر يبدو انحسار الدعم السياسي الدولي له وخصوصا من فرنسا أمرا وشيكا حيث أعلن البرلمان الفرنسي بدء تحقيقات حول تدخل حكومته في ليبيا وذلك بناء على رسالة قدمها نواب فرنسيون تحمل عنوان فرنسا غير الخاضعة وتصف الرسالة عمل باريس هناك بالكارثي في تناقض واضح مع تصريحاتها الرسمية التي تعارض أي عمل عسكري في حين فضح اعتراض موكب فرنسي ينقل ترسانة أسلحة هامة لحفتر على الحدود الليبية التونسية الدعم العسكري لا محدود له الأمر الذي يرمي بشفافية فرنسا إلى الحديد كما يرى نوابها ويبقى الدعم الدولي لطرف على حساب الطرف في ليبيا هو البوابة التي أسهمت بتهجير آلاف المدنيين الذين يدركون تماماً لليوم بحسب الوقائع أن العمليات العسكرية التي أطلقتها فرنسا والتحالف الدولي لضرب القذافي لم تكن إلا بداية مرحلة لدعم الثورة المضادة التي يقودها هفتر حالياً ويريد العودة بليبيا إلى حكم العسكر مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر